ثلوج تزيد كثافتها عن 15 سنتيمترا أسقطتها عاصفة شتوية على أجزاء من شرق الولايات المتحدة مما اضطر المدارس ومكاتب الحكومة الاتحادية للإغلاق وعطل حركة النقل الجوي بعد يومين فقط من عاصفة ثلجية تسببت في إغلاق طريق رئيسي سريع في ولاية فرجينيا التحذيرات من العواصف الشتوية ظلت سيرية حتى منتصف النهار بالنسبة للمنطقة الممتدة من واشنطن وحتى مين في ظل توقعات بأن تتجاوز معدلات تساقط الثلوج ثلاثة سنتيمترات في الساعة بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية العاصفة تركت بعض المناطق في كينتاكي وفرجينيا وبينسلفينيا ونيويورك وميريلند راقدة تحت غطاء من الثلوج يتراوح سمكه بين خمسة عشر وعشرين سنتيمترا وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن منطقة نيو إنجلند الساحلية كانت الأشد تضرورة حيث تساقطت كميات من الثلوج على بعض البلدات في كوناتيكت وماساتشوسيتس بكثافة زادت عن ثلاثين سنتيمترا من يوم الخميس حتى يوم الجمعة وتسببت العاصفة في مشاكل كثيرة إذ تراكم الجليد على الطرق وخطوط نقل الكهرباء مما تسبب في انقطاع الطيار عن ألاف الأشخاص في فيرجينيا وميريلند ونورث وساوث كارولاينا وجورجيا وقال مسؤول الطرق السريعة في ميريلند وفرجينيا إن تراكم الجليد تسبب في عشرات الحوادث وإغلاق طرق موسيقى